السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حشرح الوحدة الأولى من كتاب الإنجليزي الصف الخامس الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني حنبدأ باسم الله بيونت 1 يعني الوحدة الأولى Wild Animals يعني هذه الوحدة بتتكلم عن Wild Animals وهي الحيوانات البرية حنبدأ بنمبر 1 Listen and point يعني استمع وأشر طيب هنا عنا سفروت وسفروتة في الزو في حديقة الحيوانات سفروتة بتقول له سفروت Look, it's a baby monkey Look, it's a baby monkey يعني انظر إنه منكي صغير البيبي المنكي رد سفروت وقال Monkeys are cute Monkeys are cute هنا حنلاحظ إنه حطينا S لا, كلمة monkeys فصارت مجموعة أكثر من واحد عشان كده قلنا are are وليس is إذن لما نكون أكثر من واحد حنستخدم معها are لما نكون واحد حنقول is يعني هنا لما نقلت سفروتها قالت it is لأنه واحد بيبي واحد منكي أما لما نقلت سفروت منكي يعني أكثر من واحد فال are cute طيب هنا قال سفروت look it's an elephant look it's an elephant برضو هنا elephant واحد بما أنه مفرد فاستخدمنا an قبل كلمة infant elephant لأنها بادئة بحرف من حروف الفول طيب ماذا ردت سفروتها؟ آلة elephants are big elephants يعني مجموعة الإليفانت أو كل الإليفانت are big إذن أيضا أضفنا s لكلمة elephant يعني هي أكثر من واحد فعشان كده استخدمنا معها are طيب ننتقل المحادثة هنا هنا سفروتها آلة where is the lion where is the lion أين الأسد؟ رد سفروت it's here it's here إنه هنا ثم قالت ثم قال سفروت where is the snake where is the snake وأين الأفعى؟ ردت سفروت it's over there it's over there إنها هناك طيب برضو حديكم معلومة إنه it it تستخدم للمفرد الغير عاقل يعني لما نتكلم عن أي مفرد غير عاقل زي الحيوانات حنستخدم معها it ودائماً it تأتي معها is حسناً حسناً ننتقل إلى number two practice the talks in pairs يعني هنا مطلوب مننا أنه إحنا نتدرب على هذه المحادثات إحنا وأصدقائنا number three act out the talks in pairs يعني مثل هذا المحادثة مع صديقك ننتقل إلى الصفحة التالية عنا on this page عنا الفن time يعني وقت المرح number four يعني جد الحيوان listen to the teacher and look for the animal يعني استمع إلى المعلم أو المعلمة ثم ابحث عن الحيوان say the letter وعلينا أنه نقول هو في أي حرف من هذه الحروف لأنه كل صورة هنا مرقمة بحرف معين حيقول لنا الطالب الحيوان هذا اللي ذكرنا اسمه في أي صورة في أي حرف مثلا A أو B أو C أو D طيب هنشوف اللي question اللي موجود عنا where is the lion أين الأسد ردت it is A يعني إنه في صورة A وهذا طبعا صحيح طيب مثلا إذا بدنا نقول صورة E هنقول where is the bear أين الدب هتكون الإجابة it is E it is E طيب سؤال تاني where is the tiger where is the tiger أين النمر it is it is إنه في صورة B طيب مثلا هنا عنا هذا الأنمال هنقول where is the quala where is the quala هتكون هتكون it is sea it is sea طيب where is the hippo where is the hippo فرس البحر it is D it is D طيب where is the zebra where is the zebra it is it is it is F يعني أين الحمار الوحشي طيب مثلا where is the elephant where is the elephant it is I هو في الصورة رقم I أو حرف I where is the giraffe where is the giraffe it is G it is G الجيراف وهو الزرافة طيب where is the kangaroo where is the kangaroo kangaroo وهو الكنغر it is H it is H طيب where is the ostrich where is the ostrich النعامة it is L it is L where is the rhinoceros where is the rhinoceros وهو وحيد القرن it is R it is R where is the monkey where is the monkey it is J it is J where is the snake where is the snake الأفع it is M it is M هذه حتكون هي طريقة الإسئلة والإجابة في هذه الصفحة وننتقل إلى الصفحة التالية On this page عندنا Rhythms and Listenings يعني Rhythms اللي هي لها نفس النهايات والقافية والlistening وهو الاستماع هنا عندنا number one chant and mime يعني غني و المime هي الإماءة التأشيرات والإماءات التي بنعملها طيب عندنا الأغنية عن Animal chant أغنية الحيوانات طيب I will catch a monkey I will catch a monkey by the toes by the toes يعني أنا سوف أمسك القرد من أطراف الأقدام هي أصابع الأقدام اسمها التوز by the toes يعني بمسك أطراف أو أصابع أقدامه I will catch a monkey by the toes a monkey by the toes an elephant by the trunk أما الفيل B الترنك وهو الخرطوم خرطوم الفيل يعني برضو حيمسك الفيل من خرطومه an elephant by the trunk الفيل من خرطومه a tiger النمر by the tail من ذيله a tiger by the tail a snake by the head أما الأفعى من رأسها a snake by the head a bear by the nose أما الدب من أنفه a bear by the nose مرة تانية حنقرأ الحانت أول أغنية حنقرأ الحانت by the nose I will catch a monkey by the nose a monkey by the nose an elephant by the trunk an elephant by the trunk a tiger by the tail a tiger by the tail a snake by the head a snake by the head a bear by the nose a bear by the nose طيب عنا هنا sounds and letters يعني الأصوات والحروف number two قولنا listen say and match يعني استمع ثم قل ثم وصل عنا هنا حرف الأو لما يجينا أو منفرد وهنا عنا أو بعدين حرف النص بعدين إي طيب أو الكلمة الأولى عنا أكتوباس أكتوباس وتعني الأخطبوت أكتوباس حنوصلها بسورة الأخطبوت عنا فوكس فوكس وتعني الثعلب حنقشرها أو حنوصلها مع الثعلب عنا هنا كلمة روز روز وتعني الزهرة حنوصلها بسورة الزهرة هنا عنا روب روب وتعني الحبل حنوصل كلمة روب بالحبل ننتقل إلى الصفحة التالية من هذا لدينا فن تايم ووقت المرح نمبر ثري ما هنلعب لعبة وحنعرف حنعمل تخمين للأنيمال من صوت هذا الأنيمال حنلاحظ هنا بالصورة إيش بقلنا listen and kiss يعني استمع ثم خمن حنستمع هنا إلى صوت الحيوانات ولازم نخمن ما هو الحيوان من صوته طيب هنا السؤال إيش بقلنا what أنيمال is this يعني ما هو هذا الحيوان وسمعت صوت حيوان اللايون فقالت I know أنا أعرف it is a lion it's a lion إنه الأسد فردت عليها وقالت that's right هذا صحيح إذن هنا في هذا الجيم هيقوم الطالب والمعلم باستماع إلى أصوات بعض الحيوانات وعليهم بتخمين ما هو هذا الحيوان هنا ننتقل إلى الصفحة التالية On this page عنا words in action number one بقلنا listen point and say يعني استمع وأشر ثم قل number one عنا picture أو صورة الإليفنت حيوان الإليفنت وهو الفيل number one إيش بقلنا elephants are big يعني الفيلة هنا حطينا S الجمع واستخدمنا R للجمع وقلنا عن جميع الفيلة هي كبيرة big have trunks ولديها خرطوم أو خراطيم trunks أيضا وضعنا لها S للجمع إذن elephants are big have trunks صفة الفيلة لأنها كبيرة ولديها خراطيم طيب نشوف number two عنا هنا حيوان الزيبرا وهو الحمار الوحشي إيش بقلنا عن الزيبراز عن كل الحمار الوحشي أو أكثر من واحد أضفنا S أو حمار وحشي قلنا زيبراز are black and white حيوان الزيبرا هو أبيض وأسود have stripes ومخططة have stripes لديها خطوط في جسمها خطوط إذن هذه هي صفات الحمار الوحشي طيب ننتقل إلى number three عنا هنا التمساح ويدعى crocodiles 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 are scary التماسيح مخيفة scary مخيفة have big teeth ولديها أسنان كبيرة big teeth طيب ننتقل إلى number four chimpanzees القردة أو chimpanzees بنقولها برضو بالعربي chimpanzee إذن chimpanzees are smart smart يعني ذكية have long arms ولديها أذرع طويلة long يعني طويلة arms يعني أذرع ذراع ذراعها طويل ننتقل إلى number five snakes snakes طبعا كل الكلمات أضفنا لها اس الجمع وحطينا معها are snakes are long الأفعى أو الحية طويلة long have no arms or legs no arms يعني ليس لديها لا أذرع ولا أرجل no arms or legs لا أذرع ولا أرجل طيب number six عنا الهيبوز الهيبوز اللي هو فرس البحر أو فرس النهر are fat سمين أو تخين hippos are fat have big mouths يعني ولديه فم كبير big mouth طيب نتروح لnumber two practice the sentences in pairs يعني تدرب على هذه الجمل مع صديقك one partner says the animal the animal name then other says one thing about it يعني واحد من الطلاب هيقول اسم الانيمال والتاني هيقول له صفة من صفات هذه الانيمال بعدين يبدلوا الأدوار واحد الثاني يقول الصفة والتاني يقول له اسم هذا الانيمال on this page عنا أيضا fun time اللي هو وقت المرأة number three ايش بيقولنا animal two hints game يعني يعني حيعطينا هنكذكر اسم الحيوان بذكر شيئان يدل على هذا الحيوان two hints يعني اثنين أو دليلين يدل على هذا الحيوان listen to two hints and say the animal's name يعني استمع لي الصفتين أو التلميحتين التي تدل على هذا الانيمال بعدين اذكر اسم الانيمال طيب ايش حيقول teacher they are big الصفة الاولى او الهنت الاول انهم كبيرة they are big هذه الحيوانات هي عبارة عن حيوانات كبيرة والصفة التانية او الهنت التاني they have trunks لديها خراطيم او خرطوم طيب ايش حيكون الحيوان حيقول الطالب I know لقد عرفت او انا اعرف elephants الفيلة elephants وضعنا اس الجمع ماذا رد التيتشر او المعلم that's right that's right يعني هذا صحيح طيب حنشوف امثلة على برضو انه نقول two hints ونجيب عليها اكي لدي عنا الاكزامبلز انه مثلا التيتشر اش حيقول they are smart انهم اذكياء هذه الانيمال smart اذكياء they have long arms ولديها اذرع طويلة يترى من حيكون هذه الانيمال رد الطالب I know انا اعرف chimpanzees انها القردة رد التيتشر وقال that's right هذا صحيح طيب ممكن يعطي كمان hints مثلا they are scary انها مخيفة هذه الحيوانات مخيفة they have big teeth ولديها اسنان كبيرة رد الطالب I know انا اعرف crocodiles crocodiles انها التماسيح فرد المعلم that's right that's right هذا صحيح انتقل الى الصفحة التالية on this page عنا phonics phonics وهي الاصوات عنا sounds and letters يعني الاصوات والحروح النمبر one ايش بقولنا listen استمع point اشر and say وقل then read and number اما one or two يعني اقرأ ورقم اما برقم one او two برقم واحد او اثنين عنا number one letter e بس كيف يلفظ او ما هو صوت letter e في الكلمة ا ا ا وعنا صورة head وكلمة head كيف لفظنا ال-e في كلمة head 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 number two عنا ايضا e في كلمة read ولكن كيف لفظناها read 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 طيب هنا عنا بعض الكلمات هنشوف هل صوت هذه الكلمة صوت حرف e في هذه الكلمة هل هو e ام e number one اذا صوت e هنحط number one اذا صوت e هنحط number two طيب عنا الصورة الاولى هي صورة ريشة وتعني feather في في feather هي صوتها كصوت number one كصوت head في feather عنا الصورة الثانية صورة peach 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 وهي الخوخ اذا صوتها كصوت e peach peach وليس e اذا هي number two عنا meat meat وهي اللحم اذا صوت حرف e هنا e e اذا هنحط number two عنا bread 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 اذا حرف e هنا لفظنا ب e اذا bread اذا صوت كصوت e اذا number one ننتقل الى number two listen point and say then match with you or you بعد انحرف e طيب اليو الاولى حننفظها a a زي cup cup اما هنا you بعد انحرف e حتصير you كأنه كلمة tube طيب حنبدأ you says a a top a top top وهو البانيو top top and you هنا says you you tube you you tube tube وتعني الانبوب انبوب نعصر فيه مثل انبوب مع جون الاسنان الصورة الاولى لكلمة cup او صورة cup وهي الفنجان cup cup اذا لفظها اليو الاولى مش اليو التانية طيب هنا عنا cube cube وهو المكعب cube صوتها كصوت اليو بعد حرف e كي عنا uniform 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 هي اليو الاولى لانه كتابتها ليس y بعد حرف بعد e uniform اللي هو z او z الموحد بص وهو الباص عنا duck duck البطة اذا بص هو duck حنوصلها مع اليو الاولى عنا huge يعني ضخم شيء ضخم هذه الصخرة جدا ضخمة بالنسبة لهذا الطفل اذا هنوصلها مع u اللي بتيجي u بعد حرف بعد e وتنطق huge ننتقل الى number three listen say and match استمع وقل ثم صل عنا picture number one هي صورة boot boot وهو الحذاء الطويل boot picture number two هنا تحت عنا food food طعام picture number three هنا عنا moon قمر moon وصلناها بكلمة moon هنا عنا cook cook الطباخ cook cook هنا عنا picture تحت foot القدم foot ووصلناها بكلمة foot وتعني القدم واخيرا عنا صورة book كتاب book ووصلناها بكلمة كتاب book ننتقل إلى الصفحة التالية on this page عنا number four read and number يعني اقرأ ثم رقم then listen and check ثم استمع وشيك على إجابة طيب عنا number one هنا كلمة arms arms وتعني الأذرع أو أكثر من ذراع طيب كيف لفظنا الاس في نهاية الكلمة لفظناها بصوت حرف الزي arms arms إذن أي كلمة تلفظ بصوت حرف الزي حنرقمها بنumber one طيب عنا number two عنا trunks trunks وهي الخراطيم خرطوم الفيل trunks trunks كيف لفظنا نهاية كلمة trunks الاس هنا لفظناه بصوت حرف الاس trunks إذن أي كلمة آخرها اس لفظت بصوت حرف الاس حيكون رقمها number two طيب number three عنا noses noses أكثر من أنف noses إذن لفظنا في آخر الكلمة بصوت حرف الاس كأنه اي مع از از وأي كلمة تلفظ في آخرها بهذا الصوت بصوت الاس حنضع لها number three حنشوف حلاء التمارين عنا أول صورة hippos إذن آخرها كان صوته كصوت حرف الز ووضعنا number one طيب نروح للصورة الثانية عنا crocodiles صوتها في آخر الكلمة كصوت حرف الز crocodiles crocodiles إذن سنضع لها number one طيب عنا snakes snakes طيب عنا هنا snakes snakes أنا بقول إنه مو number one إنه هي number two لأنه لفظتها في النهاية بصوت حرف الاس قلنا snakes ما بعرف إذا فيه غلط في الحلول بحل الكتاب إذن صوتها كصوت حرف الاس إذن مفروض تكون number two هنشوف هنشوف التيتشر عندكم في المدرسة إيش حيقوله قلولي في الكومنت لما تأخذ الدرس إيش حيقول التيتشر المعلم أو المعلمة عن هذه الصورة طيب نشوف number أو الصورة التالية هي صورة elephants elephants إذن لفظناها أيضا في نهايتها بصوت حرف الاس ووضعنا number two هنا طيب عنا هنا صورة dresses إذن هي number three لأنه لفظناها بصوت is إذن dresses إذن هي number three faces أيضا لفظناها بصوت الاس إذن هي number three ننتقل إلى number five okay number five هنا عنا phonics race say and mime words and bears يعني قل وأعمل حركات أو علامات تدل على هذه الكلمة أنت وصديقك use these letters واستخدم هذه الحروب عنا حرف الأو كلمات فيها حرف الأو أو كلمات فيها أو أو حرف المنتصف ويو كلمات فيها إي وإي وكلمات فيها يو أو يوف الحرف والمنتصف وإي أو دبل أو طيب هنا في المثال أو بعدين حرف بعدين إي says rose وهنا عنا هذا الولد مثل كأنه ماسك زهرة أو rose وبشمها إذن rose وهنا عنا أو مثلا كلمة فيها أو says hot hot وتعني حر هنا مثل أن هذا الولد إنه هو حران وينزل العرق وقال hot طيب ممكن كلمة أيضا فيها أو ويو ممكن أكتوباس اللي هو الأخطبوت طبعا حنكون أوك أو بعدين سي بعدين تو بس بي بعدين يو بعدين اس ما حتى يجيك كلمة بس أو ويو في المنتصف وربعات إذن أوكتوباس وهو الأخطبوت عنا إي و إي مثل كلمة هد وهي الرأس ممكن نضع يدنا فوق رأسنا ونقول هد هد عنا يو لحاله ممكن نقول تب تب وهو البانيو منمثل بصوت بانيو كبير عنا يو بعدين حرف ممكن تيوب تيوب أو كيوب وهو المكعب كيوب ونمثل بإيدانا كأنه مكعب ودبل أو عنا فود فود وهو الطعام تمثل كأنه إحنا منحط إيدانا على فمنا ومنأكل طبعا هنا في كلمات برضو أمثلة اللي هي ساوند إي مع إي عنا بيتش وعنا هد ساوند اليو عنا دك اللي هي البطة اليو حرف بعدين إي عندك يوب الدبل أو عندك بوك بوك أو بوت كي إذن هذه هي الكلمات والأمثلة طيب وبكيدا إحنا انتهينا من شرح الوحدة الأولى من إنجليز الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزلوا أسفل الفيديو وتشتركوا معايا في القناة وتضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا إنكم تنشروا الفيديو بين أصدقائكم عشان يستفيد أكبر عدد من الطلاب وشكرا ترجمة نانسي قنقائكم